تعد عملية تحكيم كرة القدم من أهم أركان مباراة كرة القدم وأن الحكم هو الشخص الذي يكون بين اللاعبين في الملعب ويكمن دوره في متابعة اللاعبين وإصدار الأوامر والتوجهات بغية تفادي الأخطاء ومراقبة العملية بشكل جيد وفي ذات السياق جاءت الدورة التدريبية التي نظمتها رابطة كرة القدم بمدينة عنجمينة للشباب وذلك حول تلقي فنون ومهارات حكم كرة القدم في كلمة الافتتاحية لهذه الدورة رئيس رابطة كرة القدم بمدينة عنجمينة أب بكر عبد الكريم أدري قال إن هذه الدورة تمكن الشباب من تلقي فنون ومهارات الحكم خاصة حكم كرة القدم الذي يلعب دورا محوريا في توجيه اللاعبين ومتابعتهم والإشراف عليهم بعناية حتى نهاية المباراة وأن مثل هذه الدورات تعزز من قدرات المهتمين بالمجال الرياضي لكرة القدم هذا وعن كيفية تدريب هؤلاء الشباب في مجال حكم كرة القدم تحدث المدرب عن أقسام التدريب لاحظنا لأن الأدام والحكام الموجودين الآن كلهم كبار بالعمر أوذين نجيبوا حكام الشباب اندومنية أوذين بكرة يبدلوا صحبانهم الأكبر منهم لا شك إن هذه الدورة ستكون إضافة جديدة للاعبي كرة القدم الشادية للنهوض بالقطاع الرياضي وللمعلومية فإن عدد المدربين في هذه الدورة 35 متدرب ومتدربة يتلقون تدريبات في مدة خمسة أيام